وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحضائق المركزية لاستذامتها وضمان استمرار الحفاظ عليها جاء ذلك خلال تفقد الحضائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لتشغيل التجريبي للمشروع وأوضح مدبولي أن هذه الحضائق تعتبر حلقة الوصلة بين سلسلة من الأحياء العمرانية وستكون أحدى الحضائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم ومن أكبر الحضائق حول العالم